اعزائي المشاهدين الكرام اسعد الله اوقاتكم بكل خير. النهاردة يا جماعة هنشوف مع بعض ازاي تقدر تحمل لعبة باب جي موبايل الفين خمسة وعشرين على الكمبيوتر يا جماعة. طبعا احنا عملنا الفيديو ده بلي كده كزا مرة بس طبعا احنا في كل موسم او كل سنة بنجرب مع بعض الطريقة الجديدة او نفس الطريقة بنشوفها شغالة معنا ولا لأ وبنشوف الكلام على ايه. اه من الحاجات اللي عايزين برضو نقولها ان لعبة باب جي موبايل بتبقى ساعات فيها مشاكل عند ناس. يعني في ناس عندها بتبقى مشاكل نفعة ومشاكل او بتبقى حلول نفعة او طريقة نفعة وطريقة مش نفعة وطريقة تانية متوسطة. فده اللي احنا هنشوفه مع بعض بقى ان شاء الله في السلسل دي. في السلسلة دي هنشوف مع بعض طريق التحميل باب جي موبايل في الفين خمسة وعشرين على الكمبيوتر او على البي سي. طبعا لعبة باب جي موبايل مش لعبة باب جي بتاعة الكمبيوتر. اه طبعا زي ما قلت لكم فيه كزا طريقة عشان تقدر تحمل اللعبة. النهار ده هنشوف طريقة من اول الطرق دي او من اهم الطرق دي اللي هي بنسبة كبيرة جدا ان شاء الله هتشتغل عند كل الناس. ولو طبعا في حد بقى ما اشتغلتش معاه يتابع معنا الفيديوهات اللي جاية عشان هنشوف مع بعض في الفيديوهات الجاية ازاي تقدر تحمل اللعبة على الكمبيوتر بطرق تانية غير الطريقة اللي انا هورها لكم. فخلينا نبدأ على طول مش هطول عليكم الفيديو بس ياريت بس قبل ما نبدأ الفيديو توصلوا الفيديو ده للاكبر عدد من اللايكات اشترك طبعا في القناة لو حبيب تشوف الفيديوهات اللي جاية وخلينا نبدأ مع بعض على طول. زي ما قلنا كده يا جماعة في المقدمة ان احنا هنشوف مع بعض ازاي نقدر نحمل لعبة بابجي موبايل في الفين خمسة وعشرين على الكمبيوتر ان شاء الله. كل اللي انت هتعمله يا صديق العزيزة والحاجة هتعملها ان انت هتفتح طبعا الجهاز اللي هتنزل عليه اللعبة سواء كان كمبيوتر او لاب توب. فكل انت هتعمله ان انت هتفتح الجهاز بعد كده هتبدأ ان انت تفتح اي براوزر او اي متصفح عندك 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 الحاجة. طبعا يا جماعة ده اه من اقوى الحاجات او من اقوى المحاكيات اللي تقدر تنزل منها ببجي موبايل. بس برضو في ناس ما بتشتغلش عندها اللعبة او بتبقى عندها مشاكل. فده اللي احنا هنتكلم عليه في الفيديوهات اللي جاية. بس غالبا ان شاء الله هتشتغل عند كل الناس. زي ما انتم شايفين بيبقى عندنا جيم لوب بالمنظر ده. عندنا ببجي موبايل موجودة اهي. ممكن تدخل من هنا على ببجي موبايل تدوس عليه. هتبدأ تلاقي ببجي موبايل بي سي. ببجي موبايل دي نسخة الموبايل اهي بس على اللي هي على الكمبيوتر. طبعا ده اخر تحديث يا جماعة تقييمات اللعبة بتبقى طبعا عالية يعني اربعة واتنين يا جماعة التقييم. لو جيت نزلت تحت هتلاقي اقل امكانيات تقدر تشغل اللعبة. يعني الامكانيات الاقل من كده غالبا مش هتشغل اللعبة. بس لو انت امكانيات جهازك اقل من كده جرب مش هتخسر حاجة. فانا من نوع اللي بحب اجرب. يعني لو انت ما بتحبش تجرب برضو انت حر. بس انا من نوع اللي بصراحة بحب ان انا اجرب. فالمهم اقل امكانيات تقدر تشغل اللعبة من ويندوز ايد بويند وان ايد بويند وان يعني ويندوز سيفن مش هتشتغل عليه اللعبة. ممكن برضو لو انت ويندوز سيفن تجرب. او لو ما نفعتش معاك ممكن تغير الويندوز. طريقة تغيير الويندوز سهلة. كنت منزل ازاي تنزل ويندوز تاني. تقدر ترجع تشوفه او ممكن لو عندك مشكلة او كده تبعتلي او تقول اي حد يصطبه لك يعني. اه بالنسبة لنزام التشغيل قلنا ان هو ويندوز ايد بوينت وان طبعا اربعة وستين بيتركزوا على موضوع اربعة وستين بيت عشان فيه ناس بتروح نزل لي ويندوز تين. وما يقولهوش اتنين وتلاتين ولا اربعة وستين. اربعة وستين يا جماعة هو احسن بينزل حاجات اكتر. بتلاقي لعب كتيرة ما بتشتغلش على اتنين وتلاتين وبتشتغل على اربعة وستين. بالنسبة لكارت الشاشة فهو عشرة خمسين او الف وخمسين اللي هي اقل آآ كارت الشاشة يقدر يشغل اللعبة بس انت برضو لو جهاز اكاد عف من ده تقدر تجرب وتشوف. بالنسبة للسي بي او البروسيسور اي سري جيل تامن. كور اي سري جيل تامن. او لو مش عارف او انت رايزن مسلا او حاجة تانية تقدر ان انت تكتب اي سري جيل تامن. في اس الكارت او البروسيسور التاني تشوف هينفع ولا لأ يعني لو عندك مسلا حاجة تانية. اي سري مسلا تقدر تكتب اي سري. جيل تامن مسلا وكان كام تمانية تلتمية. فممكن تكتب تمانية تلتمية مسلا اه تمانية تلتمية. مسلا اه خمسة ستمية مسلا. انا طبعا كده ما كتبتش رايزن اه لا هو فهم ان هو رايزن. راح اقيل لك على طول اول حاجة البنشمارك الرايزن خمسة ستمية في اس انتل كور اي سري جيل تامن. فانت بتبدأ تكتب المعالج بتاعك لو هو من نوع الشركة التانية وتبدأ تشوف اهني اقوى. فهو هيبدأ بقى يقول لك ان مين اقوى? غالبا انا اعتقد يعني ان الساهم طالما كده هو ده اقوى. بس هو انت لو نزلت بقى هتبدأ ان انت تفهم هتبص كده هتلاقي ان ده اقوى بنسبة واحد واربعين في المية هنا. بالنسبة اللي هنا ده برضو اقوى بنسبة سبعتاشر في المية ده اللي هو الرايزن. اه بالنسبة واحد وخمسين في المية بنسبة مش عارف ايه. يعني كله بيقول ان رايزن احسن. طب انت نسخة تانية تبدأ تختار النسخة من هنا اللي انت عايزها. فانا مسلا عايز اختار آآ رايزن آآ رايزن مسلا ايه. مش عارف ممكن نختار اي حاجة يعني. فانت بتبدأ تختار وبتبدأ تشوف بيقارن لك بين الاتنين. وبيقول لك كمان الفروقات هتبقى ايه. شوف زائد ما لا نهاية. المهم يا جماعة فانت بتبدأ تشوف وبعد كده بقى بتشوف الكلام على ايه? بالنسبة للرامات الرامات اقل حاجة تمانية جيجا رام لو انت عندك اربعة جيجا اصلا او ستة جيجا او حاجة كده يعني تقدر ان انت تعليها. الرامات سهل ان انت تعليها بس طبعا برضو فيه مظهر برد بتبقى. اعلى حاجة فيها مسلا اتنين وتلاتين. على حاجة فيها ستاشر. على الحاجة اربعة وستين. بس تمانية جيجا قليلة يعني تقدر ان انت تعليها بسهولة. مساعة التخزين واحد جيجا بس انا بقول لك لو انت عندك الجهاز ما تفضيش واحد جيجا هسيب على الاقل مسلا عشرة جيجا خمسة جيجا خمستاشر جيجا عشرين جيجا على قد ما تقدر تسيب مساحة سيب مساحة من البرد ماك هياخد معك مساحة واللعبة هتنزل هتلاقيه عايز ينزل موارد وحاجات تانية فعايزة مساحة تانية. بس بعد كده انت لقيت ان اللعبة هتنفع تنزل معك كل انت هتعمله ان انت خلاص اهو عالجيم لوب مش هتعمل من بابجي من هنا داون لود لا اطلع عالجيم لوب الاول نزل الجيم لوب هتلاقي الجيم لوب هنا طبعا فيه نسخة الاتنين وتلاتين بيت ونسخة الاربعة وستين اللي هي داون لود جيم لوب على طول. انت نزل نسخة الاربعة وستين لو جاهزك اتنين وتلاتين تقدر تجرب بس انا بقول لك يستحسن يعني ان انت تنزل نسخة الاربعة وستين انت مش خسران حاجة. بعد كده هتبدأ تعمل من هنا جيملوب. هيقول لك عايز تنزلها فين? فانا هقول له على الدسكتوب مثلا. فبدأ ان هو ينزل على الدسكتوب. هقول له هاتلي كده اللعبة. فزي ما انت شايفين او هاتلي البرنامج. البرنامج جالي بالمنظر ده. طبعا انا كنت مثبته قبل كده. فهو كل انت هتعمله ان انت هتبدأ تفتح البرنامج. هو هنا بيقول لك البرنامج اهو. تبدأ تختار اللغة من هنا. طبعا انت لو عايز اللغة العربية تحددة من هنا. عايز اللغة الفرنسية. هتبدأ ان انت تدور على اللغة الفرنسية. اللغة الفرنسية مش موجودة تقريبا. اسبانيول برتغال التركي. مش موجود لغة فرنسية. فالمهم اختار اللغة الانجليزية اختار اللغة العربية زي ما تحب. هنخليها العربية بما اننا يعني بنتكلم عربي. ابدأ الان. طبعا انا كنت منزل البرنامج او كنت مسطبه. لو فتح معنا فتح. لو خلانا اننا نثبت البرنامج هو كده فتح معنا. فانت ممكن بقى يقول لك طبعا في البداية طريقة التسبيت بتبقى سهلة. بتبدأ تعمل نكس نكس نكس. هيقول لك عايز تنزل البرنامج فين. اختار المكان اللي عايز تنزل فيه البرنامج. لو مش عايز تختار ينزل في التلقاء يعني المكان التلقائي اللي هو البروجرام فايل. هينزل عليه على طول. بعد كده هيبدأ يفتح معاك البرنامج بالمنظر اللي انت شايفه ده طبعا هتستنى يفتح. بعد كده هتلاقي عندك البرنامج فتح كده. في طريقة التنزيل هنا هنتكلم على طريقتين. يعني انت من البرنامج تقدر تنزل طريقتين. وفي الفيديوهات اللي جاي ان شاء الله هنقول مع بعض الطرق تانية بقى بعيد عن الجيم لوب خالص. فاول طريقة هنا ان انت هتنزل تحت كده هتلاقي بابجي موبايل عندك بالمنظر ده. اهي زي ما انت شايف. او لو مش موجودة هنا هي كده كده اول حاجة يعني على البرنامج. تقدر تجي هنا وتكتب البابجي موبايل. فين البابجي موبايل? خلينا نكتب بابجي موبايل. بابجي موبايل اهي. وابدأ ادخل عليها. فكده زي ما قلنا طريقتين. بعد ما تدخل عليها هتلاقي ان انت عندك كذا اوبشن. لو جيت هنا عند السيرفر هتلاقي ان فيه كذا سيرفر. السيرفر بتاع بابجي موبايل جلوبال العادي. فيه التي دابليو وفيه ال في اند. تقريبا ده وتقريبا تي ده اللي هو التركي مسلا او حاجة كده يعني في نسخ يعني هي تقريبا نسخ فانت خليك عالجلوبا العادي لو عايز تنزل النسختين التانيين تقدر تجرب بعد كده كل انت بتعمله الموضوع سالة هتبدأ تدوس بس هتستنى ان اللعبة تنزل معك لو جيت على السهم من هنا من فوق على اليمين هتلاقي السهم كده وبدأ يقول لك ان انا هبدأ انزل اللعبة زي ما انتم شايفين مساحة اللعبة تقريبا جيجا وخمسة جيجا وخمسة اللي هي جيجا وخمسين ميجا مش هو خمسمية ميجا فبس زي ما انت شايف كده بدأ ينزل معاك اللعبة دي اول طريقة يا جماعة خلينا نقفل كده الطريقة دي خلي بالك ان احنا لما نيجي نعمل الطريقة التانية لو انت بتنزل حاجة برا الطريقة بتوقف فاهميني فالمهم الطريقة التانية هتبدأ تدوس على مي اللي موجودة فوق على اليمين دي اخر واحدة بعد كده هتيجي هنا على الجوجل بلاي ستور تبدأ تدخل عليه هيقول لك انستول كل مرة هتيجي تفتعه هيقول لك انستول عشان تبقى عارف بس مش بيطول بعد كده يعني اول مرة اللي هتلاقيه بيطول هيطلب منك تدخل الايميل بتاع جوجل او بتاع جيميل بتاعك والباسورد اللي هو اللي عندك على الموبايل عادي دي اول مرة وبعد كده بقى خلاص هتدخل براحتك بس هيقول لك انستول بس هو مش هينزل حاجة يعني كبيرة فانت طبعا بتعمل انستول بتستنى ان البرنامج يفتح معاك فاحنا هنستنى كده ان البرنامج يفتح برضه هو ممكن زي ما قلتلكم هيطول او مش هيدخل ليه بسبب ان احنا هنا بننزل حاجة فانت لو جيت هنا على علامة التنزيل وعملت كده طبعا التنزيل ده بيتوقف على سرعة النت عندك لو النت عندك سريع هينزل بسرعة لو النت عندك بطيق هينزل بفوت فزي ما انت شايفين اول ما وقفناه دخل على طول على الجوجل بلاي هتبدأ بس ان احنا نكبر الشاشة كده فزي ما انت شايف بيقول لك سبعة وخمسين ستين سبعين هيبدأ يدخل طبعا هتستنى طبعا السرعة وكده برضو بتتوقف على سرعة النت وعلى سرعة الجهاز عندك زي ما انت شايف دخل على الجوجل بلاي او البلاي ستور اا اول مرة زي ما قلت لك هتسجل الايميل بتاعك هتحط البسورد بتاعك هيدخل معاك خلاص هيتحافظ عندك زي ما انت شايف هتلاقي ان هنا تقدر بقى تنزل اي حاجة انت عايزها فحتلاقي عندك الباب جي موبايل موجودة وتقدر طبعا تنزلها من السيرش باب جي موبايل خلينا نكتب كده باب جي موبايل فدخلنا على باب جي موبايل هتلاقي ان هي اول حاجة عندك الريت فور بوينت فور تقدر تنزلها برضو من هنا فانت كل اتاعة هتعمله ان انت هتبدأ تعمل لو عايز تنزلها من هنا بس ايه الاحسن انا عن نفسي بفضل الطريقة اللي هي بتاعت بره مش الطريقة اللي بتاعت جوه هقول لك ليه عشان احنا لو عملنا كنسل كده خلينا نرجع نقفل كده دي احنا مش عايزينها لما تيجي تدخل بعد كده على من هنا تقدر طبعا تعمل لها على بس ايه هتيجي برضو عشان تدخل لازم تدخل على وتدخل من هنا انما الطريقة اللي برا هتلاقيها على طول موجودة عندك وهتنزل المفروض معك على طول برا كده كده برضو هتفتحها من هنا بس انا يعني بفضل ان ات خليك من برا مش هتخسر حاجة بقى بدل موضوع والكلام ده بس طبعا البرنامج ده بتبقى مستو ان انت اللعاب الموبايل والكلام ده والبرامج بتاعت الموبايل تقدر تنزلها من هنا. فاحنا هنكمل مع بعض التنزيل زي ما انتم شايفين زي ما قلت لكم بيتوقف على سرعة النت عندك فاحنا كل اللي احنا هنعملوا اننا هنستنى ان هو يخلص تنزيل وحنرجع لكو تاني وعابل بقى ما نرجع لكو تاني اللهيك التفعيل الجرس والحاجات الحلوة بتاعتكم ذي. فحنستنى ان انا نرجع لكم او يخلص تنزيل ونرجع لكم ده. طيب يا جماعة زي ما انتم شايفين كده اللعبة خلاص بتنزل معانا واحد اللعبة نزلت. طبعا اللعبة وهي بتنزل خدت تقريبا جيجا وخمسين ميجا زي ما قلنا. الفكرة بقى ان انت كمان لما تنزل اللعبة هتلاقي ان هي عايزة مساحة تانية عشان كده قلتلكو مش جيجا. يعني انت ما تفضيش جيجا اعلى. لازم تفضي مساحة اكبر. فالمهم اللعبة نزلت معانا بالمنظر ده زي ما انت شايف. هو بدأ يفتح كده معانا اللعبة. فكل انت هتعملو ان انت هتستنى ان هو يخلص. وحيبدأ يفتح معانا اللعبة. فزي ما انت شايف هو دلوقتي بقى بيعمل تسبيت. تسبيت دي بتبقى اول مرة بس. ان اللعبة زي ما انت عارف بتنزل مثلا لعبة على الموبايل. فبتبدأ تنزل اللعبة وبعد كده بقى بيثبت اللعبة. فحتستنى برضو ان هو يثبت اللعبة طبعا التزبيت بيتوقف على سرعة الجهاز بتاعك مش على سرعة النيت وبعد كده هتلاقي اللعبة فتحت معي فزي ما انت شايفين كده اللعبة فتحت معايا هبدأ استنى ان اللعبة تدخل زي ما انت شايف كده بدأ يجيب لك طبعا عادي كنك فاتح من موبايل عادي مش فاتح من كمبيوتر بيجيب لك الشاشة بتاعت الموبايل وكل حاجة على الموبايل حتى الايميل اللي حتدخله لو انت عندك ايميل على موبايل تقدر ان انت تدخله كل حاجة يا جماعة كنك ايه شغال على موبايل طبعا ده اخر تحديث موجود دلوقتي اللي هو حاليا الفيديو ده طبعا المفروض ايه فيديو الفين خمسة وعشرين بس احنا عاملينه يوم تلاتين اتنشر الفين اربعة وعشرين اللي هو قبل الفين خمسة وعشرين بيومين يعني فهو خمسة وعشرين فبس فانت هتبدأ تستنى دلوقتي زي ما انت شايف بينزل معانا تقريبا ميت ميجا هي سبعة وتسعين ميجا واتنين فهو تقريبا ميت ميجا يعني فهنستنى ان هو يخلص طبعا زي ما قلتلكم اي تنزيل بيتوقف على سرعة النت عندك فلو النت عندك بطيء هيبقى بطيء لو النت عندك سريح هيبقى سريع فزي ما انت شايف نزل كده معانا الميت ميجا تقريبا هيبدأ ان هو يدخل ويقولك انت عايز تنزل اهني كواليتي العالية ولا الكواليتي القليلة زي ما انت شايف لازم تعمل الكلام ده في تسع سواني تقريبا فهنا الجودة القليلة اهو بيقولك اللو يعني اقل امكانية اقل جودة وهتبقى المساحة بتاعتها جيجا تقريبا وشوية او التانية كانت اتنين جيجا تقريبا مش فاكر يعني فالمهم هو عمل من نفسه عشان ما لاحقيتش هدوس بس عشان كنت بوريكو فزي ما انت شايف هتستنى بقى ان انت تنزل اتنزل امتين ميجا التانيين او جيجا مية وعشرين ميجا التانيين فزي ما انت شايف كان فيه ميجا من شوية وكان فيه وخمسين من شوية يعني احنا لحد دلوقتي تقريبا دخلين على اثنين جيجا ونص مثلا فا ولما تنزل اللعبة هتلاقي تلاتة جيجا اربعة جيجا خمسة جيجا فهتلاقي في جيجات كتيرة فاهمني فانت لازم على الال تبقى سايب عشرة جيجا خمسة عشر عشرين كل ما تعلق الجيجات هيخلي الجهاز معك اسرع وحيخلي اللعبة تنزل حاجة اسرع او احسن فزي ما انت شايفين احنا دلوقتي هو بينزل معنا خلاص الميت ميجا دي اخر ميت ميجا حينزلها دلوقتي طبعا هتنزل حاجات من جوة بس انت حر بقى بعد كده انا بس بوريك اللعبة وانت عيش بقى برحتك بعد ما تنزلها فزي ما انت شايف هتستنى بس الميت ميجا دول او الجيجا قصدي دي تخلص وحنرجع لكم وتاني فبرضه عبل ما ترجع وكده اللي لسه ما عملش لايك ولا اشترك في القناة ولا عمل اي حاجة بسرعة ينزل يعمل لايك ويشترك في القناة وكده يعني طيب يا جماعة زي ما انتو شايفين كده رجعنا لكم تاني مية وثمنتاشر مية وتسعتاشر حتيجي دلوقتي تسعتاشر وتكون خلاص ايه نزلت معنا اللعبة طبعا بيقولك ان احنا خلصنا الابديت راستر اللعبة او افتحها فيلم الاول وجديد عشان ايه تبدأ تشتغل اللعبة معنا فاحنا طبعا هنبدأ نعمل ريستارت للعبة هنبدأ نشوف اللعبة طبعا في فيديو تاني ان شاء الله كلا طريقة ان انت تزبطه سهلة حتى الاعدادات ان انت تلعب على اقل اعدادات او اقوى اعدادات عشان طبعا في ناس عندها الاجهزة ضعيفة وفي ناس تانية عندها الاجهزة قوية فعشان ما اطولش عليكم الفيديو فالفيديو بس طريقة تحميل بابجي موبايل في فيديو تاني ازاي تزبط اعدادات بابجي موبايل في فيديو تالت ازاي تعمل مش عارف ايه على بابجي موبايل كل حاجة ان شاء الله نزبطها لكم في فيديو فالمهم انت هزا بقى هتبدأ عشان ما يجلناش كوبيرايت. فزي ما انت شايف كده اللعبة فتحت معنا. هنا بقى بتبدأ تختار انت عايز تنزل ايه? طبعا طبعا خلي اللي تنزل شغالين. فعايز تفتحه على تويتر ولا على الفيسبوك ولا الايميل ولا عايز تدخل كجست. فانا هبدأ ادخل كجست عادي. طبعا انت حضيع عليك الديتا بتاعتك لو دخلت كجست. بس انا بس عشان بوري. انت عايز تدخل بالفيس. هتبدأ تختار فيس. عايز تدخل بجيميل. هتبدأ تختار جيميل. عايز تدخل او تويتر. هتبدأ تدخل بي. ايه هتبدأ ان انت تستنى طبعا ان هو يدخل بيعمل على طول بقى. وخلاص اللعبة بتبدأ تفتح معنا. ايه هتبدأ انها نقفل خلينا نقفل دول. طبعا فتح معايا الشخصية اهو بالمنظر ده. طبعا عندك كل حاجة بقى على بابجي موبايل. اول مرة ممكن تلاقي اللعبة تقيلة شوية. علشان طبعا بيحمل الداتا لسه. وكل حاجة بتفتح لاول مرة. بس بعد كده بقى هتلاقي ان الدنيا بيت معاك لذيذة. زي ما انت شايف هو انا بيقول لك عايز تدخل مش عارف عليه. خلينا نعمل كده. فهو كل حاجة بقى معنا يا جماعة هي هي تقدر تشد كده او تقدر تدخل من فوق. عندك تقدر تدخل على موجودة هي تقدر تزبط كل حاجة انت عايزة الكونترول الجرافيك. كل حاجة يا جماعة كل حاجة موجودة يعني. فهتلاقي هنا كل حاجة تقدر تعدلها. بعد كده هتبدأ تطلع بره عايز تدخل جيم هتبدأ تعمل عايز تنزل داتا زي ما انتم شايفين هنا الداتا كلها. هو عمال ينزل في الداتا يعني انا عشان كده بقول لك هنا دي خمسمية ميجا هنا دي تلتمية ميجا هتيجي تنزل الحاجة هتلاقي ايه نفخ لك الدنيا. فانت هنا اه انت حر عايز تنزل حاجة بصه هو عمال بينزل في حاجات انا عايز اعرف هو بينزل في ايه. فهنا تقدر طبعا تمسح الدياتا اهو بينزل في دي. فانا مش عايز حاجة تنزل حبدأ عامل هتبدأ تختار طبعا الخريطة اللي انت عايزها زي ما شوفت الخريطة اللي انت عايز تنزلها هتنزلها هتبدأ تعمل ان انت هتدخل ماتش هيبدأ ان هو يحمل كده شوية وبعد كده هيدخل الماتش. طبعا يا جماعة بتختلف يعني ممكن تلاقي يشتغل على طول دخلك ماتش على طول ممكن لا في البداية طبعا هيبقى مش بسرعة قوي. ده ليه ده بسبب ان انت في البداية لسه بتبقى اول مرة تفتح من الجهاز فممكن يدخلك مع بوتات او حاجة كده يعني. فبس انت كل انت بتعمله بقى ان انت بتستنى هو زي ما انت شايف كده بدأ ان هو يدخلنا على ماب او على جيم. فاحنا كل اللي احنا هنعمله اننا هنستنى ان ندخل الجيم ده وهنبدأ نشوف مع بعض الكلام على ايه. فبس يا جماعة يعني الطريقة سهلة الطريقة ما فياش اي مشاكل اي حد وجهته مشاكل يقدر يكتب لي في الكومنتات. انا بس عايز اوريكم بس اللعبة هي بتحمل زي ما انت شايفين قلت لكم اول مرة التحميل هيبقى بطيء شوية. يعني اللعبة هتبقى بطيئة حتى لو جهازك قوي اكيد هتبقى احسن. بس هتبقى بطيئة الى حدا ما. بعد كده بقى هتلاقيها ايه? زبطت معاك واحدة واحدة يعني. بس يا جماعة يعني كان هو ده الفيديو معنا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اي حد طبعا مش عامل لايك للفيديو يعمل لايك للفيديو يشترك في القناة يفعل الجرس. وطبعا هو هتنسى الكومنت الجميل بتاعك يا صديقي العزيز. والصوى يا جماعة الفيديو بقى ده الاكبر عدد من اللايكات ووالولو في الكومنتات وبس. فزي ما تشايفين هو كده دخل معنا الجيم حنبدأ اننا يدخل الجيم عادي ما فياش اي مشكلة. طبعا ايه جرب بقى يعني انت شوف انت عايزي وانت عايش طبعا هو الصوت عندنا موجود كل حاجة موجودة. بس الصوت طبعا هيبقى عالي فعشان كده ايه انا كاتمه وكمان عشان ايه كده يعني. فزي ما انت شايفين اهو الخريطة كل حاجة موجودة زي ما هي سكول بوشينكي الحويات بقى والكلام ده كله. فبس يا جماعة كان هو ده الفيديو معنا اتمنى اكمل الفيديو عجبكو. اشوفك في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.